السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد رجا من اكاديمية بي برو تريدر. والتحليل الاسبوعي للبورصة الكطرية من يوم اه عشرة يناير حتى يوم اربعتاشر يناير. ان شاء الله يكون الاسبوع موفق عليكم جميعا بازن الله. هنبتدي اول حاجة بتحليل المؤشر العام للبورصة الكطرية. ونشوف حصل ايه في خلال تدولات انا ونهاية تدولات الاسبوع الماضي. طبعا في التحديث بتاع التحليل الاسبوعي يوم الثلاثة الماضي. قلنا ان المؤشر العام لبورصة كطر هيعمل تصحيح احتمال يعمل تصحيح للعشر تلاف خمسمية وخمسين. ومن العشر تلاف خمسمية وخمسين هيبتدي الصعود مرة تانية. وفعلا شفنا يوم الاربع هبوط ويوم الخميس هنزل للعشر تلاف خمسمية وخمسين بالزبط. يعني احنا لو وقفنا على الشمعة دي كده نشوف الحد الادنى اللي وصل له عشر تلاف خمسمية خمسة واربعين. يعني فرق خمس نوط وبعد كده السهم طار حوالي آآ واحد ونص في المية او اتنين في المية واحد ونص في المية صعود. تمام? بعد ما السهم صعد زي ما احنا شايفين او بعد ما المؤشر صعد زي ما احنا شايفين اغلق عندي اعلى مقاومات كتيرة جدا. اول مقاومة اللي عند العشر تلاف ستمية ستة وخمسين. تاني مقاومة مقاومة يوم التلاتة اللي كانت تمثل مقاومة قوية للسعر عند العشر تلاف ستمية سبعة وستين. واغلق اعلاها السعر. وعشان كده انا متوقع خلال الفترة اللي جاية. هنشوف صعود قوي للمؤشر عامل بورسة قطر عشان نوصل للعشر تلاف سبعمية واحد وتلاتين. المؤشر عامل بورسة قطر للعشر تلاف سبعمية واحد وتلاتين تمثله مقاومة قوية. تمام? فحال اختراقها نبص كده. ونشوف حال اختراقها ممكن نروح فين بالزبط. نكبر بتاعنا ونشوف اول منطقة مقاومة. اول منطقة مقاومة هتقابل السعر عندي هتبقى هنا كده. عند العشر تلاف تمنمية واحد. وبعد العشر تلاف تمنمية واحد. عندي بعد العشر تلاف تمنمية واحد. عندي العشر تلاف تسعمية خمسة واربعين. نحط عندهم خطوط كده عشان نبقى اهو عشرة تلاف تمنمية. نكبر الشارت بتاعنا برضو عشان نجيب الشارت مزبوط بالزبط. عندي العشرة تلاف تمنمية واحد. اهو هنا كده بالزبط. ده عند العشرة تمنمية وعشرة مش تمنمية واحد. تمام? وبعد العشرة تلاف تمنمية واحد زي ما قلنا عندنا المستوى اللي بعديه اللي هو هيكون عند العشرة تلاف تسعمية خمسة وخمسين. دي المقاومات بتاعتنا اللي هتقابلنا على المؤشر العام لبورسة قطر. او هي دي الفترة اللي احنا هنمشي عليها خلال الفترة اللي جاية المستويات اللي هنمشي عليها. اللي كل ما يعدي مستوى من دون يبقى نستهدف المستوى اللي بعديه. يبقى انا شايف خلال الفترة اللي جاية عندنا مستوى العشرة تلاف سبعمية واحد وتلاتين وبعد العشرة تلاف سبعمية واحد وتلاتين عندنا عشرة تمنمية واحداشر ثم العشرة تلاف تسعمية خمسة وخمسين. طب تعالوا نشوف المؤشر السهم قطر الاول. سهم قطر الاول عندي السعر وصل عند الواحد ريال وسبعين درهم واربع اجزاء وبدأ يصعد تاني. السهم نزل اليوم الاربع تحت المستوى ده. ولكن انا اللي سألني قلت الكسر هنا للمستوى ده كسر كاذب وكسر ضعيف جدا. فيه بيع ضعيف يعني مفيش سيولة في في البيع. السيولة ضعيفة في البيع. معنا كده ان اللي بيحصل هنا ده منطقة تكسير عزام. اللي هو بيخرجك من السوق عشان هو يطلع بالسهم براحته. طيب ايه اللي حصل يوم الخميس? اللي حصل يوم الخميس ان السهم طلع فعلا وقفل اعلى المستوى ده. اللي كان بيمثل عندي مستوى دعم قوي جدا وقفل اعلى. عشان كده انا متوقع خلال الفترة اللي جاي نشوف سهم القطر الاول يصعد تاني للواحد سبعة وسبعين عشرين وباختراك الواحد سبعة وسبعين عشرين نوصل للواحد تلاتة وتمانين ثم الواحد سبعة وتمانين وطبعا باختراك المستوى ده نوصل للواحد تلاتة وتسعين تلاتين نبص على سهم دلالة سهم دلالة مازال على فريم الساعة اسفل الترند الهابط تمام? عندي ممكن لو ما اختراكش الترند الهابط ده على فريم الساعة ساعتها هيكون للبيع هينزل تاني للواحد اتنين وسبعين المنطقة اللي ما بين الواحد اتنين وسبعين للواحد اتنين وستين تسعين دي منطقة الشرة بتاعتي تمام اهي دي منطقة الشرة بتاعتي اللي ممكن اشتري منها في حالة ان السعر اه بدأ يديني اشارة انعكاس من هنا لو بدأ يديني اشارة انعكاس من هنا ممكن اشتري هزود الشرة في حالة اختراك الترند الهابط بتاعي والاغلاق اعلى. تمام? وممكن ازود الشيرة مرة تانية او مرة تالتة في حالة اختراك الاتنين ريال وخمس درهم وخمس اجزاء. تمام? اما في حالة كسر المنطقة دي بدون ظهور اي علامة انعكاس يبقى السعر بعدها بيستهدف المنطقة اللي ما بين الواحد ريال تلاتة واربعين درهم وخمس اجزاء للواحد ريال تلاتة وتلاتين درهم. نشوف سهم انماء. سهم انماء برضو مازال متزبزب في المنطقة دي من الاربعة تلاتة وتسعين للخمسة اربعتاشر. متزبزب في المنطقة دي بقى له فترة كبيرة جدا تقريبا من يوم من منتصف شهر ديسمبر الماضي حتى الان. مش قادر يصعد عليها ولا قادر يرتكز على الاربعة تلاتة وتسعين. زي ما قولنا قبل كده لو نزل على الاربعة تلاتة وتسعين للاربعة واحد وسبعين وارتكز عندها وبدأ يديني اشارة انعكاس هتكون فرصة للشراء. سهم الايجارة. سهم الايجارة برضو نفس الكلام. اه السعر دي سه مش قادر يختارك الواحد ريال وتلاتين درهم وتسع اجزاء. لو السهم اختارك المنطقة دي هتكون فرصة للشراء. لو فضل اسفلها وكسر عندي الواحد اتنين وعشرين هيهبط لحد الواحد اربعتاشر تسعين للواحد ريال وتسع درهم. بالنسبة لقطر وعمان. قطر وعمان زي ما هو ما فيش عليه اي جديد لسه متزبزب جدا السهم فما فيش عليه اي فرصة. عندنا السهم التجاري البنك التجاري صعد معنا شوية بس برضو مازال متزبزب واسفل الاربعة تسعة واربعين تسعين. لو اغلق اعلى الاربعة تسعة واربعين تسعين هتكون فرصة ممتازة ان احنا نزود الشراء. لكن السهم مازال اسفلها فالسهم هيفضل متزبزب شوية معنا. تمام? تعالوا نشوف السهم البنك الخليجي عمل ايه? وطبعا اللي اشترى وسمع الكلام معايا من الاسبوع اللي فات من بداية الاسبوع اللي فات فهو محقق ربح كويس جدا ومرض جدا. دي شمعة يوم الخميس الاربع التلات الاتنين الحد. دي شمعة يوم الحد اللي اشترى منها حقق معانا حوالي ستاشر في المية. او ستاشر في المية اللي حاجات بسيطة. تمام? ده البنك الخليجي. طبعا بسبب الاخبار الايجابية واحنا من قبل ما يظهر الاخبار دي. وانا كنت شاريه من الواحد تمانية وستين. يعني احنا انا كنت شاري من هنا كده بالزبط. من الواحد تمانية وستين. من المنطقة دي. السهم صعد معانا من الواحد تمانية وستين. انا قفلت تقريبا هنا كده عند الواحد تسعة وتسعين. صعد معانا سبعتاشر ونص في المية. اهو من هنا كده بالزبط. يعني صعد معانا تمنتاشر. تمنتاشر ونص في المية تقريبا. او تمنتاشر في المية. تمام? واشتري ناتاني من الواحد سبعة وتمانين جايب معايا تمانية في المية تقريبا في احنا يعني انا خارج منه بمكسب او ناس اللي معايا في التوصيات خارجين منه بمكسب حوالي اه خمسة وعشرين في المية او ستة وعشرين في المية مكسب من سهم واحد بس تمام طبعا اتوقع السهم الخليجي ممكن يستكمل الصعود ممكن ينزل الاول يعمل اعادة اختبار يعني احنا لو بصينا ومشينا معاه بنفس اللي مشيته على السهم البنك المؤشر العام عفوا المؤشر العام عندي هنا شمعة التداول بتاعة الخميس دي بفوليوم تداول عالي تمام الالترا هاي فوليوم ده احنا قلنا القاع بتاعه يمثل دعم والكمة بتاعته تمثل مقاومة فاحنا ممكن نشوف تصحيح مع بداية الاسبوع او في الافتتاح هنلاقي يفتح على فجوة صعدة مثلا اتنين تلاتة في المية وبعد كده هنلاقيه يهبط بالشكل ده كده يهبط مثلا لحد هنا لحد الاتنين ريال وبعد كده يبتدي من الاتنين ريال يسعد مرة تانية ويختارك الكمة بتاعتنا عشان يقصل الاتنين ريال وستاشر درهم وبعد طبعا اختراك الاتنين ريال وستاشر درهم ممكن كمان نشوف الاتنين ريال سبعة وعشرين درهم طيب بالنسبة لاستثمار الكبدة استثمار الكبدة الهبوط بتاعها هبوط ضعيف بدون اهو ده هبوط ضعيف زي ما احنا شايفين هبوط ضعيف جدا كمان اه قريب جدا من اللو ده شايفين افل على اللو بالزبط عند التمانية وخمسين تمانية وستين بالنسبة للسهم استثمار الكبدة مدام اعلى التمانية وخمسين فهو للشرة مدام ما قصرش التمانية وخمسين هو داخل منطقة الشرة بتاعتي من الستين للتمانية وخمسين مدام ما قصرهاش ممكن يصعد تاني يصعد مرة تانية في اي وقت تمام عندي برضو هنا وزي ما احنا شايفين كان هبوط هبوط ضعيف جدا جيه هنا بدأ يصعد تاني بقوة اتوقع ان شاء الله سهم استثمار نشوف له صعود خلال الفترة اللي جاية بقوة السهم النتائج بتاعته كويسة جدا واحنا عندنا نتائج اعلان نتائج الشركات اه خلال من بداية يعني يبتدوا يعلنوا من منتصف شهر يناير فتوقع ان شاء الله يكون نتائج كويسة لسهم استثمار ونشوف صعود للسهم خلال الفترة اللي جاية. بالنسبة سهم اعمال سهم اعمال برضو. اه نزل عمل اعادة اختبار للدعم اللي كان عندنا عند الاربعة وتمانين اه خمسة وخمسين. وصعد نجيب الشموع كده اهو شمع نكاسية قفل بيها يوم الخميس. اتوقع برضو ان احنا نشوف صعود للسهم ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية. وعندنا صعود لحد التسعة وتمانين اه تمانين. تمام? ولو تم اختراق المستوى ده يوصل معنا للاتنين وتسعين خمسين وفي حالة اختراق الاتنين وتسعين خمسين هنروح للتسعة وتسعين والواحد ريال بوينت زيرو خمستاشر. بالنسبة لسهم كامكو سهم كامكو برضو مقدرش يكسر مستوى السبعة وتسعين. عشان كده انا قلت هنفضل مستمرين في السهم لان الهبوط اللي حصل هنا والاغلاق اللي حصل هنا كان اغلاق ضعيف جدا وبعدها شفنا السهم رجع تاني فوق مستوى السبعة وتسعين. فبيمثل عندي مستوى دعم قوي مستوى السبعة وتسعين. اتوقع ان شاء الله السمرار السعود عشان نوصل تاني للتسعة وتسعين. وفي حالة اختراق التسعة وتسعين هنوصل للواحد ريال وخمستاشر وكمان ممكن عندنا الواحد ريال وتلاتة درهم وخمس اجزاء. وعندنا اهداف لحد الواحد ريال وعشر دراهم. نشوف سام المستثمرين. سام المستثمرين مازال متزبزب. لسه منزلش ارتكز على حد السفل الكناص سعرية الصعدة دي. لو نزل ارتكز عليها تكون فرصة للشرع عشان نستهدف الواحد اتنين وتسعين تسعين للواحد ستة وتمانين تمانين. ده طبعا لازم يظهر منها شرط انعكاس عشان نبتدي نشتري. لو صعد على طول يبقى نشتري بعد اختراق المنطقة دي. وعندنا الاهداف بتاعتنا اتنين تمنتاشر اتنين تسعة وعشرين اتنين تسعة وتلاتين اخيرا اتنين تسعة واربعين. عندنا سهم مجمع المناعي. آآ برضو مفيش آآ لسه في منطقة اللي هي الاكيوميليشن منطقة التجميع ما بين التلاتة ريال واحد واربعين درهم للاتنين ريال وستين آآ درهم. دي منطقة بقاله فيها فترة كبيرة جدا من بداية شهر آآ يناير الفين وعشرين حتى الان في منطقة الاكيوميليشن دي. تمام دي منطقة تجميع قوية. اتوقع انفجار سعري قريب جدا للسهم عشان يوصل للاربعة ريال وتلاتين درهم. احنا برضو اكرر وعيد اللي قلته قبل كده ان احنا شاريين من الاتنين ريال آآ تمانية وتمانين او سبعة وتمانين درهم والسهم كسبان معانا لحد دلوقتي. آآ هزود الشرة بتاعي في حالة اختراق الاربعة ريال آآ تلاتة ريال واحد واربعين درهم. بالنسبة لسهم صناعات قطر. سهم صناعات قطر عندي. نشوف حصل ايه خلال التدورات الاسبوع الماضي. السهم نزل معانا من يوم الآآ التلات. وقفل اسفل الحداشر ريال واتنين درهم. وبعدين قل كنت متوقع ان هو ينزل للعشرة ستة وخمسين. لكن طلع تاني واغلق اعلى الحداشر ريال واتنين درهم. في حالة اختراق الحداشر ريال واحد واربعين هيحققها مستويات جديدة. ما اختراقش الحداشر ريال واحد واربعين. يبقى هينزل تاني للعشرة ستة وخمسين. هيب نشوف. باقي الاسهم. عندنا سهم الخليج الدولية. خليج الدولية برضو. ما قدرتش تغلق اعلى الحداشر الواحد ريال سبعة وسبعين درهم. ونزلت بشامعة نكاسية يوم الاربع ويوم الخميس هبطت. ممكن نشوف هبوط لحد الواحد سبعة وستين تسعين. لو هبط لحد الواحد سبعة وستين تسعين وبدأ يدينا اشارة انعكاس. هتكون فرصة كويسة للشراء. لكن لو ما ظهرش علامة انعكاس من هنا يبقى ممكن ننزل تاني للواحد تلاتة وستين تسعين للواحد ستين ستين. سهم مسعيد. سهم مسعيد عندنا السهم يعني لسه في نفس المنطقة اللي قلنا عليها. طبعا الاشتراع من بداية تدولات الاسبوع اللي فات السهم يعتبر على السعر الدخول او اكتر من سعر الدخول بشوية دي شمعة يوم الخميس. وهنا الاربع التلاتة الاثنين الحد. اللي اشتراع من بداية الاسبوع فهو كسبان معاه. يعني هو كسبان معاه حد دلوقتي تقريبا اه واحد في المية او واحد وربع في المية. تمام? فانا متوقع مدام السهم اعلى المنطقة دي يبقى السهم صاعد ان شاء الله. بالنسبة السهم مخازن سهم مخازن مازال في الحركة الضعيفة بتاعته والتزبزب القوي جدا اللي هو فيه. انا مازلت اه وجهة نظري تدعم النظرة الشرائية ليه. عشان يوصل تاني للخمسة خمسة وتلاتين. هو وصل اه طبعا في يوم التلات الماضي. للخمسة تسعة وعشرين. اربعين وبعدين هبط. تمام? زي ما قلنا ان دي شمعة. اهي ده تمام? والقوع بتاع هيمثل دعم. وشوفنا طبعا يوم الخميس نزل عند الدعم بالزبط عند الخمسة ريال واحداشر درهم. وطار. تمام? والكمة بتاعتها تمثل مقاومة. تمام? آآ كمة بتاعتها عند تمثل مقاومة عند الخمسة ريال وتلاتين درهم. لو اختراكها يبقى عندنا صعود قوي للخمسة خمسة وتلاتين. وبعد الخمسة خمسة وتلاتين لو اختراكها نوصل للخمسة تسعة واربعين والخمسة واحد وسبعين. طيب. تعا نشوف سام نقلات. سام نقلات عندي اغلق اعلى المقاومة اللي كانت عند الخمسة التلاتة اربعة وعشرين خمسين. دي كانت مقاومة قوية. تمام? آآ كانت يعني كمة بتاعت الشمعة اللي هي دي. هي الالترا هيفوليوم اللي كان هنا. اختراكها واغلق عليها. فانا شايف ان احنا هنشوف صعود لسام نقلات خلال الفترة اللي جاية. طبعا هو هو وصل معنا الاسبوع الماضي هو من الاربع عند الاربع ريال اربعة وثلاثين درهم. كان قرب جدا من الهدف الاول بتاعنا عند الاربع ريال وتمانية وتلاتين درهم. يعني احنا كنا شاريين من الاربع ريال آآ من التلاتة ريال واربع دراهم. من هنا كده يعني كان احقق معانا حوالي حداشر في المية. حداشر ونص في المية. هو كان محقق لما وصل الاربعة تلاتين او الاربعة آآ اربعة وتلاتين محقق معانا حوالي تسعة وآآ وتلاتة وتمانية. يعني نقول عشرة في المية هو حاليا دلوقتي محقق معانا ربح سبعة ونص في المية. تمام? فسبعة ونص في المية دول كويسين برضو ان شاء الله يكمل معانا ويوصل الهدف الاول ويختار التلاتة تمانية وتلاتين ويسعد مرة. يا طبعا برضو هكرر وعيد تاني. انا قلت في بداية اليوم السابت الماضي ان احنا اللي عايز يشتري من المنطقة دي يقدر يشتري. تمام? كان ساعتها السهم تقريبا هنا تلاتة واحد لما كان بداية التدولات. السهم صعد معا حوالي اربعة ونص في المية وخمسة في المية. تمام? فالالشرح كسب خمسة في المية وكانت توصية مجانية في التحليل. فتمنى تكونوا استفدتوا منها. آآ بالنسبة لسهم بروة. سهم بروة انا منتظر ينزل عند التلاتة اربعين ويدينا اقشارة انعكاس. هنا ما نزلش التلاتة اربعين بالزبط. هو يوصل التلاتة اربعين واربع اجزاء. انا عايز وانزل للمنطقة دي. ويزهر شامعة اعكاسية من داخل المنطقة دي كده. عشان ابتدى افكر في الشراء. فهيكون تحت المتابعة لانه برضو في المنطقة دي بقى له فترة كبيرة جدا. بالنسبة للسهم مزايا. السهم مزايا طبعا كان الاغلاق بتاعه سلبي عند الواحد ستة وعشرين. ممكن يعني لو بصينا على اليوم. طبعا البرنامج يعني شايفين احنا المفروض اغلق هنا. عند الواحد ستة وعشرين يعني هنا كده بالزبط. طبعا البرنامج مش معموله تحديس في مشكلة. اه فانا متوقع ان هو يعني الاغلاق ده كان اغلاق يوم خمسة واحد. اه السهم هابط بعدي وكمل هبوط. فانا شايف يعني هسا نشوف كده تاني. نعمل هنا. نصيرش عليه. مزايا قطر اهو. برضو معمالش تحديس. طيب ما علينا? اتوقع ان السهم ينزل ويكمل الهبوط بتاعه. اه طبعا هو زي ما قلنا دي كانت عندي منطقة طلب على فريم الساعة. هو السهم ينزل للوقت والكسر هيأكد الكسر بتاع المنطقة دي. مع بداية تدولات الاسبوع. لو اغلق اسفل المنطقة دي بعدها. يعني هو المفروض. الشرط وصل لحد دينة. بس السهم اللي مش معموله. البرنامج مش عامل تحديس. السهم بسبب مشكلة. يعني لحد دا ما نحل المشكلة. انا شايف ان لو بدأ اه مع بداية الاسبوع قفل تحت الواحد ستة وعشرين بشمعة ساعة. يبقى هيكمل لحد الواحد خمسة وعشرين اربعين. وينزل لحد الواحد اربعة وعشرين والواحد تلاتة وعشرين عشرين مرة تانية. طيب نشوف باقي الاسهم. لحزة واحدة. نشوف باقي الاسهم اللي معانا. عندنا سهم ازدان الكبدة. ازدان الكبدة. ازدان الكبدة طبعا ده على الفريم الساعة. اه كانت فرصة كويسة. بس ما نزلتش معايا للواحد خمسة وسبعين سبعين بالزبط. لو كان نزل معايا للواحد خمسة وسبعين سبعين كانت هتبقى فرصة ممتازة جدا للشراء لكن انا ما نزلتش وبدأ يصعد. تمام? فلو نزل معايا للواحد خمسة وسبعين سبعين والمنطقة اللي ما بين واحد خمسة وسبعين سبعين للواحد اتنين وسبعين سبعين هتكون فرصة ممتازة للشراء او لو اخترق الواحد اتنين وتمانين سبعين طبعا المنطقة دي شايفين اللي فيها بقى له فترة كبيرة هتكون فرصة للشراء في حالة اختراق الواحد اتنين وتمانين سبعين وعشان نستاذ في الواحد تمانية وتمانين تمانين والواحد تلاتة وتسعين وفي حالة اختراقهم نوصل الواحد اه الاتنين ريال وتلاتاشر درام وبعدين اتنين ريال تمانية وعشرين وبعد كده نوصل اه عندنا الكمة بتاعتنا كانت عند الاتنين تلاتة وتلاتين. ده بالنسبة لسهم ازدان القبضة. نشوف سهم المتحدة وسهم الخليج التكافلي. سهم المتحدة للتنمية طبعا هبط معنا. اه واغلق اسفل مستوى واقف الخسارة بتاعنا. واقف الخسارة كان عند الواحد تسعة وخمسين تسعين. قلت هنستمر في السهم مش هنطلع اه منه. اه ممكن مع بداية اليوم الحد بكرة ان شاء الله بداية تدولات الاسبوع. لو اداني اي شرط انعكاس من هنا هتكون فرصة ممتازة ان انا اعزز الشراء واعمل افريج للتوصية بتاعتي. طبعا شايفين الهبوط ضعيف جدا. هبوط هبوط ضعيف والفوليوم بتاعي ضعيف جدا. بيدل ان ده برضو خروب. بيخرج الناس من السوق عشان يبتدي يصعد اه بكوة لوحده. تمام? فانا شايف لو ظهرت اي شرط انعكاس قوية من هنا هتكون فرصة ممتازة للشراء بازن الله ونعمل افريج للصفقة بتاعتنا. بالنسبة للخليج التكافلي. الخليج التكافلي هو كازبان معانا. اه اغلاق شامعة يوم الخميس كان اغلاق ممتاز شامعة بتلعاية كويسة جدا. اه مرتدة من الترند الصاعد بتاعنا او الحد السفلي للنموذج بتاعنا. فطوبكا ان شاء الله استمرار الصعود لحد الواحد ستة وتسعين. ويوصل للأهداف اللي احنا محددينها في التوصية. بالنسبة لسهم قطر للتأمين. سهم قطر للتأمين طبعا صعد هبط يوم الاربع وصعد يوم الخميس. فهو مش راسع لحل. فانا يعني انا بالنسبة للسهم ده انا بعيد عنه شوية. لحد لما يبقى واضح او لحد لما يخترق الاتنين ريال اتنين وستين درهم. لو اخترق المنطقة دي. المنطقة اللي ما بين اتنين ريال اتنين وستين درهم لحد الاتنين ريال وسبعين درهم وتسع اجزاء. دي عندي منطقة بيع. اخر منطقة بيع. لو السهم اخترقها تكون فرصة ممتازة ان انا اشتري. ما اخترقها شيبقى ممكن يهبط مرة تانية. تمام? نشوف سهم فودافون كطر. سهم فودافون كطر تقلق يوم الخميس ووصل معانا للواحدة اربعين ستين. كنا شاريقينه من حوالي شهر من بداية شهر اتناشر او اخر شهر احداشر. والسهم معانا اه صعد للهدف الاول. عند الواحد ريال وستين. الواحد ريال واربعين درهم وستة اجزاء. هتوقع ان شاء الله في حالة اختراق المستوى ده يوصل للواحد ريال واربعة واربعين درهم. بالنسبة سهم بلدنا. سهم بلدنا مازال داخل منطقة الشرة بتاعتنا. اتوقع برضو استمرار الصعود. عندنا الهبوط ضعيف جدا. هنا للاسف كان شامعة التراهاي فوليوم بس مش هعتبرها التراهاي فوليوم لان ما عداش عشر شامعات عليها. فانا بالنسبة لي ممكن السهم اقصى هبوط ليه? اقصى هبوط ممكن يوصل للواحد تلاتة وسبعين خمسين. تلاتة وسبعين خمسين ليه? لان دي كان عندي هنا شامعة التراهاي فوليوم هي. الفوليوم بتاع حفينا عندي دعم القاع بتاعها دعم. عند الواحد تلاتة وسبعين. واحد تلاتة وسبعين عشرين. فلو وصل للدعم ده هيكون فرصة كويسة جدا ان احنا آآ نستكمل الصعود. احنا شاريين من الواحد ستة وسبعين فاتوقع السمرار الصعود. ولو اخترك الترند الهابط بتاعنا ده. لو اخترك الترند الهابط بتاعنا ده هتكون فرصة ان احنا نعزز الشراء مرة تانية ان شاء الله. بالنسبة للسهم الرعاية سهم الرعاية برضو. اتوقع السمرار الصعود ليه. آآ السهم في منطقة شرا كويسة جدا. مش قادر يقسرها بقاله فترة. بيحصل عملية تجميع هنا. اتوقع السمرار الصعود لحد التسع ريال واثنين درهم. وتسع ريال وعشرين درهم. وتسع ريال وخمسين درهم. بازن الله. نشوف سهم الطبية. سهم الطبية اغلاق اغلاق اسبوعي ممتاز جدا جدا جدا. اعلى الاتنين ريال ستة وعشرين درهم. طبعا احنا شارعين فيه من الاتنين ريال وطمانتاشر درهم. والسهم صعد معنا لحد دلوقتي. اتوقع خلال الاسبوع القادم يوصل للاتنين ريال خمسة واربعين درهم. هتكون فرصة ممتازة جدا جدا جدا. بيعمل حوالي عشرة في المية مكسب. طبعا آآ دي مش دعوة انك تشري من آآ منتصف المسافة بعد ما السهم صعد من الاتنين ريال وخمستاشر درهم. يعني فيه توصية الناس اللي معايا في جروب التوصيات. ناس شارية من الاتنين ريال وخمستاشر درهم بناء على توصية مني. وفيه الناس اشتريت على اتنين ريال وتمانتاشر درهم برضو بناء على توصية مني. تمام? فالمشتري من الاتنين ريال وخمستاشر درهم السهم معايا حوالي ستة في المية مكسب. او خمسة ونص في المية مكسب. واللي مشتري من اتنين ريال وتمنتاشر درام بحقق حوالي اربعة ونص في المية مكسب. تمام? بعد ما الساق متحرك كل ده عايز سيجي تشتري ده بيبقى على مسئوليتك الشخصية. يعني لو خسرت فيها ما تجيش تقول لي انت اللي دخلتني. انا شايف دي وجهة نظر ان هو هيصعد. بس في نفس الوقت وقلت ان انت لو دخلت من هنا هتكون داخل متأخر. تمام? فانا شايف ان سهم الطبية هيكون ليه صعود قوي خلال الاسبوع القادم بازن الله. نشوف اخر سهمين معانا سهم الريان وسهم السلام. عندنا نشوف سهم السلام. سهم السلام طبعا نزل. عندي ده نموذج قناس عرية صعدة. نزل ارتكز على النموذج واغلاق اغلاق ايجابي جدا كويس. اتوقع ان شاء الله يكون ليه صعود قوي. يوصل للستة وستين. وبحالة اختراك الستة وستين نوصل للسبعة وستين ستين. وعندنا مستوى السبعين كمان. واخر مستوى الثلاثة وسبعين خمسين. اخر حاجة عندنا سهم الريان. سهم الريان طبعا بناء على الاخبار الايجابية. اللي ظهرت خلال نهاية تدولات الاسبوع الماضي. شفنا السعود القوي. تمام? اتوقع ان شاء الله استمرار السعود للسهم ده. السهم ده ما اخدش حقه في السعود بتاعه. تمام? ففي حالة اختراك الكمة اللي عند الاربعة ريال. نشوف كده. الكمة دي اللي عند الاربعة ريال وتسعة وخمسين درهم. هيكون عندنا صعود لحد الاربعة تمانية وستين. وبعدين الاربعة تسعين. لكن لو مقدرش اخترك الكمة دي نهبط مرة تانية. وبكده اكون انتهيت من التحليل الاسبوعي للبورصة القطرية. طبعا لو حضراتكم عندكم اي استفسار تقدروا تبعتولي على البيتج بتاعتي على تويتر او البروفايل بتاعي على تويتر. ده هوضحه لكم حالا. ده البروفايل بتاعي على تويتر احمد رجب. ولو عايز تعمل عني بتعمل ده. ولو عايز تكلمني تسأل على كيفية الانضمام لجروب التوصيات. ده رقم الواتساب بتاعي تقدروا تتواصلوا معي عليه. اضغط على اللينك ده. هيحولك للشات معي على طول على الواتساب. وبكده اكون انتهيت من الفيديو التحليلي. وشكرا عليكم والسلام عليكم.